اشتريت بيت بقرد ربوي وتبطي لله سبحانه وتعالى هل يجوز لي الانتفاع من هذا البيت ولا لازم اخرج من هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد رجال في فيديو جديد طبعا مدام اخترطت قرد ربوي فدي كبيرة من الكبائر لعن الله اكل الربا اللي بيأكل الربا وموكله واللي كمان بيوكل اكل الربا الربا اللي استلف واللي سلف ولكن قال العلماء في النهاية هو تملك هذا المال اللي خده بالقرد الربوي استلف الف وهرجوهم الف ومتين مهم في النهاية هو خد الالف الالف دول بتوعه ينتفع به يجوز له الانتفاع به وبالتالي اذا انتفع بشراء البيت يحل له الجلوس فيه ولا يتخلص منه وده كلام علماء اللجنة الدائمة ومدام تابع الى الله يرجى له والتوبة والمغفرة دعونا الفيديو بشير واللايك ومين شرك في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم